لازال لغز المعارك المستعر لهيبها في مدينة سبه عاصمة الجنوب الليبي يحير كثيرا من الليبيين فبين ادعاءات من بعض الأطرف بأن هناك اشتياحا لقوات تشادية لمدينة سبه يرى كثير من المراقبين بأن الحرب قبلية صرفة يشارك فيها بعض المسلحين من تشاد والسودان في مناصرة الطرفين مصادر مطلعة من الجنوب أكدت للتناصح بأن المعارك تدور رحاها في الجهة الجنوبية لمدينة سبه حيث القلعة التاريخية للمدينة ومطار سبه كما أظهرت صفحات التواصل الاجتماعي صورا للمدعو مسعود جدي أحد جنود كتائب القذافي سابقا والمنتمي للتيار المدخلي يستقبل طائرة محملة بالأسلحة في إحدى القواعد الجوية التي يسيطر عليها وكان مسعود جدي قد أعلن مرارا بأنه يتبع لقيادة مجرم الحرب حفتر وفي موضوع متصل أصدر وزير الدفاع في الحكومة المقترحة المهدي براثي بيانا اتهم من خلاله الحكومة المقترحة بأنها خذلت أهل الجنوب رغم مناشدة أعيان وحكماء سبه للسراج وأن الحكومة المقترحة قد أخفقت واتهم البرغة السراج بأنه تفرد بقرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة وبعيدا عن المناكفات السياسية تبقى سبه والجنوب عامة يعانون الأمرين من جراء هذه الاشتباكات المستعرة منذ أكثر من شهر كامل ترد فيها الوضع المعيشي للحضيد وتدهورت فيها الحالة الصحية والمعنوية لسكان المدينة ويأتي كل هذا التدهور في الأوضاع الأمنية والمعيشية بعدما خرجت القوة الثالثة من الجنوب بسبب الحرب الإعلامية التي شنتها عليها قنوات ما يسمى بالكرامة ليترك الجنوب الليبي لهذا المصير المجهول